طبعا أنا هنا أعمم أتكلم بصورة عامة وليس تعميما لا أعمم لا شك أن هناك برامج جيدة وسأتطرق إليها لاحقا في برنامجي هذا لذلك تمشي الحيلة على المواطن ويظن أنه دون مستوى الفهم ولذلك ستكون غاية في هذا البرنامج أن أتناول ذلك الإعلام وأضعه على محق البحث وطبعا سترون العجائب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى المحزن جدا والخطير جدا أن القائمين على الإعلام الديني أكثر قدرة من الناحية اللغوية للوصول إلى ذلك المواطن لذلك البرامج الدينية دون غيرها أقدر على التواصل مع الناس وبالتالي أقدر على الهيمنة على عقولهم وقولبت تلك العقول أنا برأيي أن أتفه شيخ إسلامي أقدر من أكبر سياسي في أي بلد عربي على التكلم وأقدر على إيصال فكرته لغويا هنا تكمن الخطورة وهنا يكمن جذر المشكلة إذا بتتذكروا أكيد الأغلب من الأخوة المشاهدين يتذكرون أنه كان لي ثلاث مناظرات على قناة الجزيرة وفي كل مرة لجأوا إلى رجل دين لكي يناظرني لم يأتوا بمفكر لم يأتوا بسياسي لم يأتوا بإعلامي لأنهم يعرفون في قرارة أنفسهم بأن شيوخ الإسلام هم الوحيدون لإيصال الفكرة لغويا طبعا أقول الفكرة لأن الفكرة قد تكون فكرة جيدة وقد تكون فكرة سيئة ويجب على الإنسان أن يتمتع بالقدرة ليستطيع أن يصل بأفكاره إلى الآخرين وهذا للأسف الشديد ما يجيده شيوخ الإسلام دون العامة من الصحفيين ورجال الإعلام طبعا يبقى الفكر الإسلامي هشا جدا وضعيفا أمام البراهين العلمية والحجج المنطقية ناهيك عن قدرتي على المناظرة وتميزي بحضور البديهة ناهيك عن قدرتي على المناظرة وتميزي بحضور البديهة